وصلت السلطتان التنفيذية والتشريعية اجتماعاتهما المشتركة لمناقشة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023-2024 ورئيس الاجتماع من جانب مجلس النواب مع السيد أحمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب ومن جانب مجلس الشورى مع السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى فيما رئيس الاجتماع من جانب الحكومة مع الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وخلال الاجتماع قام الفريق الحكومي بتقديم عرض مرئي احتوى على شرح مفصل للإيرادات العامة بالإضافة إلى الخطط والبرامج التي ستعتمدها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتنفيذ عدد من المشاريع الإسكانية المدرجة في الميزانية والتي حضيت بالنصيب الأكبر في بند ميزانية المشاريع وتم استعراض خدمات التمويلات الإسكانية التي تقدمها الوزارة كما تم التأكيد خلال العرض على أهمية استدامة تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين بأقصى درجة من الكفاءة والحفاظ على المكتسبات بما يسهم في تحقيق الاستقرار للأسرة البحرينية كما تم استعراض مرئيات أصحاب السعادة أعضاء السلطة التشرعية حول مشروع قانون اعتماد الميزانية وتقديم الإضاحات والرد على استفسارات وتساؤلات أصحاب السعادة أعضاء لجنتين الشؤون المالية والاقتصادية في المجلسين وفي هذا السياق تم التأكيد على أن مصلحة المواطن أولوية قصوى وتأتي دائما فوق كل اعتبار وإليه توجه كافة الخطط والبرامج والتنويه بأهمية مواصلة الجهود التنسيقية بين السلطتين التنفيذية والتشرعية والعمل بروح الفريق الواحد من أجل الخروج بالتوافقات لاعتماد مشروع الميزانية في أسرع وقت ممكن وفقا للمبادئ والأسس التي تم الارتكاز عليها عند إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة ترجمة نانسي قنقر